رجع الهاتف الساحر بنسخة جديدة وهي الماجيك سيكس برو وفي مراجعة اليوم رح نشوف إيش جديد أنر مع هذا الهاتف وليش لازم تحط أنظارك على هذا الهاتف معاكم بندرة علي وبسم الله خلونا نبدأ المراجعة تصميم الهاتف ما يقل جمال عن الهاتف الأخرى من الفئة العليا ومحور الهاتف يشمل بروز الكاميرا المغطى بسطح ممشط ومحاط بإطار معدني لامع نفس لمعة هيكل الهاتف المصنوع من الألمونيوم بحواف منحنية وخلفية الهاتف كلها مغطاة بجلد الفو لاذر بلون مميز اللي هو اللون الأخضر ويتوفر منه لون ثاني اللي هو لون أسود ولكن بخلفية زجاجية وكما هو متوقع من هاتف رايد فعندنا مقاومة للماء والغبار بمعيار الـ IP68 شاشة الماجيك سيكس برو هي أقوى شاشة قدمتها أنر إلى الآن وتقدم شاشة منحنية الأطراف بمقاس 6.8 بوصة من نوع LTP OLED عالية الدقة وتقدم معدل تحديث 120 هرتز تكيبي ينزل إلى حد 1 هرتز حتى مع خفض الإضاءة الخاصة بالشاشة والهاتف يقدم مستوى سطوع يوصل إلى 5000 شمعة وحواف الشاشة نحيفة مع تقديم دعم للـ HDR 10 Plus والـ Dolby Vision ولأول مرة تتوفر عندنا في هذا الهاتف شاشة الـ Always On Display اللي رح تكون شغالة دائما وما ننسى أن هذا الهاتف يقدم لك أعلى معدل PWM يوصل إلى 4320 هرتز الهاتف مزود بنظام صوتي ستيريو ويقدم أداء صوتي جدا ممتاز وأسفل الشاشة تتوفر عندنا البصمة اللي تعمل بشكل سريع بالإضافة إلى خيار فتح القفل من خلال كاميرا تثريدية الأمامية اللي تعتبر الأكثر أمان بفضل هاردوير واللي رح يستجيب ويفتح القفل حتى في الظلام ومن ناحية خيارات التخزين رح يكون هاتف الماجيك سيكس برو مزود بذاكره بسعة 512 جيجا بايت من نوع UFS 4.0 غير قابل للتوسعة واجهة هاتف الماجيك سيكس برو هي واجهة الماجيك أو اس 8.0 المبنية على النظام الأندرويد 14 واللي توعدنا أنر معها بأربع التحديثات للنظام الرئيسية مع خمسة سنوات من التحديثات الأمنية وبواجهة الهاتف عندنا ملفات الكبيرة لتجمع أكثر من تطبيق للتشغيل المباشر وتقدر تفعل الويجيتس من خلال الضغط المطول على التطبيقات الموجودة في الهاتف وتختار المناسب منها لك وتدعم الكاميرا الأمامية التفاعل معك من خلال حركات اليد والإضافة الجديدة هنا هي أيقونات الحالة أو ما تسمى بالماجيك كابسل اللي راح تكون موجودة بجانب فتحة الكاميرات الأمامية وفي عندنا هنا ميزة جديدة واللي هي الماجيك بورتل اللي تسمح لك بتضليل جزء من الشاشة وسحبه إلى جانب الشاشة وإرساله إلى البريد أو البحث مثلا وبمعنى آخر الوصول السريع على حسب استخدامك اللي راح يفهمه الذكاء الصناعي وأخيرا عندنا ميزة الوصول السريع للتطبيقات المفضلة بالسحب من جانب الشاشة وتتوفر خاصية الماجيك رينج اللي تربط بين أجهزة أونر المختلفة يعمل هاتف الماجيك سيكس برو بمعالج سناب درايغن 8 الجيلة الثالث واللي راح يقدم لك أفضل أداء في كافة النواحي مع أقل السلاك للبطارية مع تقديم دعم لتتبع الأشعة في الألعاب وبالإضافة إلى تقديم ميزات الذكاء الصناعي من على الهاتف مباشرة وكما هو متوقع فقدم هذا الهاتف أداء ممتاز مع الألعاب مع تقديم أداء حراري مستقر للنظام ولما نشغل اللعبة راح يتوفر عندنا نمط مخصص لرفع أداء الألعاب مع مجموعة من الخيارات المصاحبة 5600 ميلي أمبير هي قدرة البطارية في هاتف الماجيك 6 برو واللي راح تكون كافية لاستخدام يوم كامل وفي اختباري لها صامدت البطارية 14 ساعة عمل متواصلة ومع دعم لشحن بقدرة 80 واط راح يكون الشحن السريع موفر في هذا الهاتف وأيضا الجهاز يدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 66 واط مع تقديم شحن عكسي سلكي ولا سلكي نتكلم عن الكاميرات ونبدأها بالرئيسة اللي هي بمستشعر أومني فيجين بقدرة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة مزدوجة والكاميرا الثانية راح تكون مخصصة للتقريب أو راح تكون تلي فوتو بقدرة 180 ميجا بيكسل بتقريب 2.5 مع عدسة ثالثة واسعة بقدرة 50 ميجا بيكسل تدعم الأوتو فوكس الصور بالكاميرا الأساسية ممتازة بتفاصيل وحدة واضحة ومدى ديناميكي وتشبع ألوان ممتاز أما كاميرا التقريب فتقدم لنا صورة بدقة 12.5 ميجا بيكسل وبمستشعر 180 ميجا بيكسل راح تلتقط صور عالية الجودة مع تقريب 5 مرات وأيضا مع تقديم أوتو فوكس وتفاصيل ممتازة للأهداف القريبة مع عزل حقيقي ممتاز العدسة الواسعة راح تقدم لنا صور أكثر التساعة مقارنة مع العدسات الأخرى ولكن مع تقديم الكثير من التفاصيل والحدة بالإضافة إلى تقديم مدى ديناميكي صحيح وتباين ممتاز وكاميرا السيلفي عندنا بقدرة 50 ميجا بيكسل وتقدم لنا أوتو فوكس مدعوم بمستشعر توف اللي راح يحسن صور البورتريه وجودة الصور بكاميرا السيلفي تعتبر ممتازة بألوان بشرة حية بنسبة صحة عالية وبدون تشويش في الإضاءة الممتازة وتقل جودتها حسب قوة الإضاءة أما الأداء الليلي أيضا يعتبر ممتاز في كل الكاميرات الثلاث فعندنا مدى ديناميكي وتباين ممتاز ونسبة تشويش منخفضة وأيضا إمكانيات الفيديو على عدسات الثلاث تعتبر ممتازة بحيث تقدر تصور بدقة الفوركي بعدد 60 إطار بالإضافة إلى تقديم مثبت بصري إلكتروني راح يقدم لك أداء ممتاز وثابت أما كاميرا السيلفي فتقدر تصور فيها بدقة فوركي بعدد 30 إطار وأخيرا يقدم الهاتف نظام الأونر AI Motion Sensing اللي راح يمكنك من التقاط صور ذات حركة سريعة بشكل تلقائي وباستخدام الذكاء والتعرف عليها بالذكاء الصناعي طبعا راح أسوي فيديو مخصص راح أتكلم فيه واختبلكم أداء الكاميرات بشكل موسع سعر الهاتف راح يكون 3999 ريال مع مجموعة من الهدايا بقيمة 2857 ريال عند الطلب المسبق واللي راح يبدأ اليوم 21 مارس إلى حد 28 مارس ومجموعة الهدايا بقيمة 2857 ريال ومجملا هاتف الأونر ماجيك 6 برو يقدم مجموعة ممتازة من مميزات الهاتف الرائد بشاشة قوية ومميزات رهيبة مع كاميرا رائدة وأقوى معالجة متوفر حاليا مع عيثات لا يقر روعة عن تصميم الهاتف والأهم السعر اللي يشوفه جدا ممتاز لهذا الهاتف وكل الأشياء هذه كفيرة بأنها تخلي هذا الهاتف واحد من أهم الهواتف هذه السنة اللي لازم تفكر فيه إذا كنت تفكر تشتري هاتف جديد كانت هذه معينتي أتمنى أن تكون على استحسانكم وحاب أني أسمع رأيكم شاركونا بتعليقاتكم أسفل الفيديو كما هي العادة لا تنسوا ناشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا